بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مبركا في عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا راضي أو ما بعد رضى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنتي بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضركم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم بنتكلم النهاردة عن دورة حياة تحلب وتكاثر تحلب آخر من تحالب الخضراء تحلب وولفوكس وهو في شكل مستعمرة بنشوف مع بعض تركيب وشكل التحلب ده اللي تحلب في شكل مستعمرة زي احنا مشايفين بيبقى بيطلقوا عليه كولوني أو سينوبيا لما يكون عدد قليل من الخلايا اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ده عبارة عن خلايا الجديدة ده حصل تكاثر في المستعمرة دي ودي خلايا جديدة وليدة حتنفجر وتتحلل المستعمرة الأصلية وتطلع المستعمرات الوليدة تخرج لتنمو وتكون مستعمرة كاملة المستعمرة بتبع بعضا عن كرة من الجيلاتين أو المادة الهلمية بيكونوا على الطبقة السطحية بتاعتها خلايا شبيهة بخلايا كلامي دوملة زي ما هو واضح عندنا هنا كده في التركيب بتاعها كل خلية شبيهة بنفس التركيب بتاعتها كلامي دوملة خلية واحدة طالع منها من الأمام صوتين أماميين متساويين أملاسين بتكون فيها نواة واحدة إلى آخر هذه الأمور وكل خلية لها الحجرة بتاعتها اللي خاصة بيها لكن هنا الحياة اللي يهمنا ننتبه إليه وجود روابط سيتوبلازمية بتربط ما بين الخلايا طبعا ده شيء ضروري ليه؟ لما يتخيل إن المستعمرة تفيها 500 600 700 خلية بالشكل ده على السطح طب التحذب لما يحب يتحرك المستعمرة يعني هتتحرك وفقا لأني خلية فلا بد من وجود روابط سيتوبلازمية اللي هي سيتوبلازميكسترانز أو خيوط سيتوبلازمية عشان توحد الإحساس في الخلايا كلها فبتتجه نحيط الضوء أو تبتعد عن الضوء يعني توحد الحركة بتاعت المستعمرة وطبعا دي بيطلق عليها الفيجيتيتف سيلزة أو الخلايا الخضرية المقصود بها بالخضرية هنا اللي هي الخلايا التي لا تمر بمرحلة إنقسام نشوف مع بعض النوع الأول من التكاثر التكاثر عندي هنا هنختار بالبداية بتاعتنا بتكون من السينوبيان أو المستعمرة الكولوني أو السينوبيان وواضح إن هي بتكون عندي هنا إن هذه المستعمرة لو أنا ركزت على خلية واحدة طبعا هنا مركز عليها أهي كبرت في الحجم زي ما احنا شايفين يبقى حصل زيادة في الحجم في الخلية بالشكل ده كده في التجوية بتاعة هي كانت خلية زيها زي أي خلية اللي هنا لكن ابتدت تزيد في الحجم ودي بنسميها جونيديام جونيديام أو جونيديا ده الجمع جونيديام المفرد هذه الخلية تبتدي تمر بمراحل إنقسام الانقسام اللي هيمر هنا في الخطوة دي هنا إنقسام ماي توزي يبقى بيحصل هنا إنقسام ماي توزي فالخلية بتبتدينا ديفايدينج جونيديام يعني خلية مقاسمة إلى 2 إنقسام ماي توزي وده مش محتاج نتلغبط فيه ليه لأنه المستعمرة إن فمش ممكن يحصل فيها إنقسام اختزاني طبعا بعد كده بيحصل إنقسام ماي توزي تاني يبقى دي انقسام تاني بيحصل هنا ماي توزي هنا ماي توزي ويأدي منقسام تاني فالخليتين حيبوا أربع وهكذا ويتكرر دي انقسام الميتوزي مرة تانية هنا عشان تديني عديد من الخلايا هننتبه لشيء إن الخلايا لو إحنا بصنا لها كده هنلاقي الخلية نفسها هي طبعا الخلية قطبية يعني قطبية لها قعدة ولها قمة زي ما احنا شايفين فالقمة هنا بتاعت الخلية بتكون للداخل طيب بعد كده إيه اللي هيحصل طبعا إحنا هنا بنرسم كل ده الخلية دي موجودة فين موجودة في الفراغ ده اللي عمل يكبر اللي هو الفراغ ده كله اللي عمل يكبر في النهاية خالص الخلايا اللي انقسمت دي بتبتدي يحصل عملية اتساع اكسباند تمديد فبتبتدي تمتد بالشكل ده كده تبقى موجودة هنا يعني الخلايا عندنا أهي بقت بالشكل ده كده أهي بس مازالوا الشهل الداخل القمة الطرق فتاحها للداخل وعشان كده ما تكونش لسه الفلاجيلة أو الأصوات كده الانقسام أو العدد بتاع الخلايا اللي يقدر يكمل المستعمرة بالكامل بقى اكتمل لكن مازال عندنا مشكلة ان نوش المستعمرة للداخل يعني بالشكل ده يا جماعة الخير لو أنا خدت ألم كده لو رسمت خلية هتلاقي الخلية هنا والشهل الداخل خلية اهي هنا للداخل بالمنظر ده كده المفوض يكونوا الشهل الخارج فعشان كده بيحصل الخطوة التانية أو المرحلة التانية أو الخطوة الضرورية عملية الانفرجن انفرجن يعني عملية انقلاب يعني ايه اذا من لاحب يلع الجوانسي كده على الظهر بتاعه او ايه لآخر يبقى ايه بيحصل انقلاب ليه الوش ده للخارج على الداخل حيبقى للخارج زي ما حصلقي هنا وبالتالي كده حصل عملية الانقلاب اهيه بالشكل ده ان الوشee بقى الكرج الأصوات بالشكل ده هنا الأصوات تكوينت وعشان كده حصل يعني حصل انقلاب كامل خلاص بقى الوش للخارج الناحية الطرفية للخارج خلاص وعشان كده تكوينت الأصوات فبالتالي بقى الوش بالشكل ده كده اهو وقادي هنا والخلية اللي جنبها التانية اهي والمنظر ده كده انما هنا الفوق كان دول كلهم وشهم للداخل يعني كده بالشكل ده كده وبقيت المستعمة اهي وشهم كده للداخل انما هذه المستعمرة اهيه كده وشهم للخالي بالمنظر ده كده بعد ما حصل الجزء ده كده خلاص مجرد انه بيحصل هنا بقى ايه نمو بيحصل هنا نمو بالشكل ده عشان تكتامل وتديني الخلية مرة تانية المستعمرة مرة تانية طبعا ده انقسام اللي هو الاي سيكشوال او التكاثل اللاجنسي فهيبقى مرة تانية حصل تكوين الجنيدية انقسمت عدة انقسامات مايتو زيك كل الانقسامات اللي هنا انقسامت مفيش اي انقسام مايوزي انه لفت اللفة كلها وكوونت مستعمرة جديدة ده كده السيكشوال بقى اهه البداية بتاعتنا عند النجمة زي ما اتفقنا هنا وهنا ناخد الهاي لايتر بتاعنا نحطه بلون تاني بالشكل ده المستعمرة بتاعتنا البداية بتاعتنا سينوبيم وبتكون ان بالشكل ده الحقيقة هنا هنمشي في اتجاهين يبقى السينوبيم او المستعمرة اهي عند النجمة دي هنمشي في الاتجاهين دول هنمشي في الناحية اليمين يبقى بنلاقي نفسنا بيحصل تكوين أوفام ماذر سيل يعني ايه يعني الخلية اللي هتكون البويضة وبطمعا بتكون ان الخلية دي فين على سطح اي خلية من الخلية اللي هنا هي اللي هتتحول بالشكل ده كده نروح الناحية التانية يعني ايه اللي هيحصل الخلية تانية بالمنزر ده كده من هنا مثلا بالشكل ده كده بيسموها انثريزويد انثريزويد ماذر سيل يعني الخلية اللي هتعطي السابحات الذكرية او الامشاق المذكرة وبرضو بتكون ان خلي بالكوا المستعمرة الاصلية ان فبيحصل يبقى هنا مش هيحصل في الخلية دي اي انقسام دي مبارد انها هتفقد الفلاجيلة بتاعتها او الاصوات وحتكبر في الحجم عشان تكون البويضة اهيه هنا بقى لأ الخلية اللي هتبقى تدي امشاق المذكرة هيحصل فيها ميتو تيك ديفيجن زي ما احنا شايفين انقسامات ميتو زي بالشكل ده كده الانقسامات دي هتؤدي لتكوين عديد من الخلايا اللي هي الانثريزويد بس مازال برضو زي ما شوفنا التقاسل اللاجينسي الخلايا اول ما بتتكون جماعة الخير وشها بيبقى للداخل القمة بتاعتها اهيه للداخل هنا فبعد ما بيكتمل انه عدد انقسامات وعدد الخلايا بتكتمل بالشكل ده كده بيحصل ايه بيحصل عملية انفرجان يعني هنا في الخطوة دي حصل عملية انقلاب هنا نكتبها بقى اهو هنا حصل قلب او انقلاب عشان يبقى ورش الخلايا او الاطراب بتاعتها للخارج وبالتالي بتكون ايه الاصوات يبقى حصل هنا انفرجان انقلابات وحصل ايه تكوين الاصوات بالشكل ده كده اللي هي الخطوة عن السهم ده وبكده بتكون تكون الانثريزويد اللي هي دي وبرضو بتكون ان كل ده احنا ماشيين ان كل من اول المستعمرة سواء كوينة البوايدة او الانثريزويد ان فبيحصل ايه الانثريزويد اهو الانثريزويد اللي هو ده عشان كده مكتوب هنا جاميتك اسوسيشن يعني ارتباط او التصاق الجاميتات اللي هو الجاميتس او المشيج المذكر الميل جاميتس والفيميل جاميتس اللي هو الانثريزويد والاوفم او البوايدة فيبتدي يحصل بقى لما يتحدوا مع بعض نواة المشيج المسكر تتحد مع نواة البوايدة في عملية تسمى يبقى حصل اللي هو التكاسل الجنسي يعني طبعا التكاسل هنا نوعه ايه بيضي وبكده بيكون تكون الزايجوت اللي هو اتنين ان هنقدو بلون تاني اهو يعني هنا اتنين ان يبقى دي اول خطوة اتنين ان هنلاحظ ان الزايجوت ده تكون الحقيقة سعيد بيسموه زايجوت او زايجوت او زايجوت سبور ليه لان لو انتوا هتلاحظوا هنا الجدار بتاع الزايجوت سميك اصبح فيه زي الاشواك كده عشان تحميه الزايجوت ده كده اهو بالشكل ده كده اصبح سميك ليه عشان المفترض انه هيحصل الخطوة اللي بعد كده ميوزس او انقسام اختزالي هنا فيه سؤالين اللي هبتكرروا دايما ليه هيحصل انقسام اختزالي عشان يتحول من اتنين ان لان طب ده مفهوم طب ليه بيتكون جدار سميك في الزايجوت يبقى اسمه زايجوت سبور او جدار زلاقيحة او جنين زوز جدار سميك عشان الميوزس ده او الميوزس ده او انقسام اختزالي بياخد تمن خطوات التمن خطوات ده بيعد وقت فعشان نضمن ان الجنين ده هيحصل فيه تمن خطوات وينمو فلازم بيأجدار سميك حتى يضمن اكتمال حدوث خطوات الانقسام الاختزالي اول ما بينقسم بيطلع عديد من زوز بورس دول هنرجع للون بتاعنا الاصلي تاني اللي هو اللون الازرق زوز بورس دول بيكون ان بيحصل لهم انقسامات ونمو عشان تكون مستعمرة طبعا هنا خطوات كتير مختصرة الانقسامات اللي هنا شبهة بالانقسامات دي زي الخلايا دي بالزبط زي ما حصل هنا بتنقسم وتدي مجموعة من الانقسامات عشان تدي المستعمرة بالكامل بطريقة او بوقرة مش هنتعرض لبقى كده شوفنا التكاثر اللاجنسي وشوفنا التكاثر الجنسي بكده بنكون هنا هنا التكاثر ودورة حياة اللي تحلو بالاخدر المستعمرة لفولفوكس ان كنتوا فوقتوا فمن الله وان كنتوا اخطأتوا او نسيتوا شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وإلى ان نلتقي بفيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم اترككم في رعاية الله وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته